السلام عليكم اهلا وسهلا و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اقتراح جديد الفيديو ديالليم غدي نحضر معاكم عاصر رستوي اقتصادي فقط بثمن الليتر واحد غدي نحضر خمسة لطرو بكيلو ديال الخوخ عاصر اللي كي يجي خاتر و كذلك بارد و منعيش كنسحكم اخواتي تجربوه ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم طبيعة الحال لاعجبكم الفيديو بالنسبة المكونات عندي هنا نصف كيلو من الجزر اللي غسلته مزيان بالنسبة الجزر اختاروا ذاك الجزر لكل لون ديالو يعني حمر على هات الشكل هادا و كذلك احتل بالنسبة للجزر لك القلب ديالو اخضر تحاولوا ان يقوم تحيدوه هنا كذلك خديت الخوخ كيلو ديال الخوخ اللي يكون طيب و كذلك حتى هو من الاحسن يكون ذاك الخوخ لللون ديالو صفور باش نتحصلو على واحد يعطينا واحد اللون في العاصر اللي يزوين هنا بالنسبة الخوخ وضعتو في الماء مع واحد قطرات ديال الخل ووصلتو مزيان و كذلك بالنسبة الياغورت انا ما توفرش عندي الياغورت بالنكها ديال الخوخ وضعت هادا الياغورت ديال الفواكه الاستيوائية تبوك يكون فيه الخوخ والمونغ ضروري من الياغورت وعندي كذلك هنا يا كأس من السكر حبيبات كجيل حلوة هي هديك نعتاد لو لك يبغي الحلوة كتر ممكن يضيف كأس ونصف بالنسبة للطريقة خديت هنا يا الكيكوت هو تنجرة الضغط وغادي نقطع فيها الجزار رقيق على هات الشكل هذا فقط لتسريع عملية الطياب هنا بالنسبة اه ضروري تاخدو اه تنجرة الضغط باش تسريع العملية هنا كما تلاحظو قطعة الجزار ديال يرقيق على هات الشكل هذا كذلك بالنسبة للخوخ هدي نوضعه كامل ما غاديش نحيد له ذيك العلف الدخلاني بالنسبة للاخوات اللي غادي نقولوا لي واش نحيد له ذاك النواة او العلف الدخلاني بالنسبة ليا غادي نقول لكم يعني اللاخ اللي وه يعني الحكمة كينا بذيك العلف الدخلاني كيعضي واحد لما دقي حتى هو سافي هنا يا غادي نضيف ليتر ونصف من الماء في المرة الاولى بشي طيب معه وغادي نزيد ليتر ونصف في الاخير يعني غادي نضيف ثلاثة يوطر من الماء بالنسب لهذا الكيكوت راها تهزلي خمسة ليتر سافي هنا يا غادي نسد الكيكوت ديالي وغادي نوضح على النار متوسطة غادي ننصف الكيكوت نحسب نصف ساعة صافي كيكون واجد والجازار تهيه كتكون طايبة صافي هنا يعني بعد اخواتي ما طاب لي الخوخ والجازار ما كياخدش الوقت بزاف طانجرة الضغط يعني نصف ساعة كيكون طايب كل شي الجازار والخوخ انا غادي نحاول اننا نحيد ذاك العلف الدخلاني ذي الخوخ ضروري نتأكدو ان ذاك الخوخ كله حيد نالو العلف عصير كيجي رائع جدا ما نعيش مع هات الحرارة صراحة كيجي لديت بزاف انا اكيدا لا جربته غادي يقول لي معتمد عندكم لانا كيما كتلاحظو معايا اقتصادي بزاف وشي حاجة اللي حضرناها في الدار يعني عارفين شنو فيها احسن بكثير من اللي كيتباع يعني حاجة اللي طبيعية ما عارفوا شنو قنا عطولوا لذاتنا قنا عطل نصحكم اخواتي غير جربوح عصير اللي كيجي لديت بزاف هنا يا غادي نطحن هاد المكونات غيب الميكسور او ممكن توضعوه في الخلاط الكهربائي من اللي توفر عندكم صافي هنا كان نطحن هاد المكونات بزيان تنتأكد انه ذاك الخالد ديالي او العصير ما بقاش في ذاك الحبيبات ديال الجزار او الخوخ صافي هنا كان ضيف ذاك الكاس ديال السكر وهو بقي سخون باش يدوبوا ذاك الحبيبات ديال السكر نخلط كذلك الكل بزيان عصير اللي سريع في التحضير ما كياخدش الوقت بزاف كذلك اقتصادي بزاف كما كتلاحظو معايا كيلو ديال الخوخ كانت حصلو على خمسة لاتر من العصير عصير اللي كيجي خاتر والديد وكذلك منعش هنا كذلك غضي نضيف ذاك العلاب ديال الياغورت بالنسبة للاخوات اللي يقول لي هل ممكن الاستغناء الياغورت لا ضروري الياغورت هاد العصير هذا اللي صار حقي يعطي واحد المداق اللي زوين هنا صافي غضي نضيف الياغورت ديالي ونحاول انني كذلك نرجح نخلطه مزيان حتى يتجانسوا المكونات عصير اللي ساهل الاخواتي والخوخ هذا وقته يعني متوفر بكترة وتعمال اللي يرخيص صافي هنا يا بعد ما غضي نضيف الياغورت واللي كذلك نخلط او نمزج هاد المكونات مزيان ونخلط كذلك الكل مزيان طريقة سهلة وعصير اللي رائع هنا يا اخواتي زد ليتر ونصف من الماء للاسف المقطع تحذف ليه ما تصورش لانه هاد تنجرة الضغط كتهز خمسة ليتر ضفت هنا يا لتر ونصف يعني المجموع ديال الماء اللي ضفت ثلاثة يوترو ضفت لتر ونصف الاول وكذلك ضفت في هاد المرحلة لتر ونصف يعني المجموع ثلاثة يوترو وكما كتلاحظو اعطاني خمسة ليتر من العصير عصير اللي رائع منعش اخواتي اللي ديد بزاف وبارد مع هاد الحرارة هدي نصحكم انكم تجربوه وتعطيوه لولداتكم شي حاجة اللي صحية وكتعطيه واحد الكمية اللي كتيرة مداق اللي احسن بكتير من اللي كان شريو وكذلك اقتصادي تمان باش كان شريو اللي تر حضرت خمسة اللي تر من العصير احسن منه بكتير لبنسبة المداق وبنسبة الخطورية كيجي صراحة اللي ديد بزاف وكيعطيوه واحد الكمية اللي كتيرة وكيما كتلاحظو القاوم ديالو كيجي خاتر انه اهنا خليتو برد مزيان وضعتوه المجميد وخليتو برد وكيما كتلاحظو الشكل ديالو القاوم ديالو كيجي خاتر اللي كيبغي العصير انه يجي خاتر على هادا ممكن يضيفه الماء يعني كتر وكنتمنى اخواتي لاعجبكم هادلا فيديو ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم وكذلك لأول مرة كيشاهد القناة ديالي كانتمنى انه يشترك في القناة ويفعل زير التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر